الإحرام نية الدخول في حرمات الحج والعمرة وهو ركن للنسك وفيه استشعار تعظيم الله تعالى وتلبية أمره بأداء النسك الميقات من التوقيت وهو أن يجعل للشيء مكان أو وقت يختص به وكما أن للحج مواقيت زمانية لا ينعقد الحج إلا فيها فكذلك له مواقيت مكانية يحرم منها أو ما يحاذيها من مر عليها سواء كان من أهلها أم لا ومن كان بين الميقات ومكة فإنه يحرم من مكانه وأهل مكة يحرمون منها فبعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمر فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمر أن يتجاوز المواقيت دون إحرام ومن جاوز الميقات وجب عليه العود إليه والإحرام منه فإن لم يرجع وجب عليه دم لترك واجب ويجوز الإحرام قبل الميقات مع الكراهة والأفضل من الميقات وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل ومن يمر بميقاتين فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول والمواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم هي ذو الحليفة ميقات أهل المدينة ويسمى الآن أبيار علي فيما اشتهر الجحفة ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ويحرم الحجاج الآن من رابع قرن المنازل ميقات أهل نجد ويسمى الآن السيل الكبير يلملم ميقات أهل اليمن وتهامة ويسمى الآن السعدية ذات عرق ميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق ويسمى الضريبة ميقات أهل المنازل ويسمى الضريبة ميقات أهل المنازل ميقات أهل المنازل